تقف الأم المرضى في حيرة كبيرة سببها أنها لا تعرف ماتا وكيف وكمية الماء الذي ستقدمه لرضيعها وتسمع بعض التعليقات والنصائح والإرشادات من أمها لأنها أكثر خبرة وسبق أن ربت أجيالا في الشهور الأولى التي تكون فيها تغذية الطفل هي الحليب فقط سواء حليب الثدي أو الحليب الصناعي يكون هذا كافيا لحماية الطفل من الجفاف وتزويده بالسوائل المناسبة ونوع خبراء إلى أن إعطاء الماء للرضيع حديث الولادة قد يكون قاتلا وذلك لأن أقل كمية من الماء يمكنها أن تؤثر على توازن الماء في جسمه بحسب صحيفة دستان البريطانية ويمكن أن يحدث الضرر للطفل الرضيع ليس عبر شرب الماء فقط بل أيضا عبر شرب كمية من الحليب الصناعي الذي خفف بالكثير من الماء كما حذر الخبراء من إعطاء الماء للردع الأقل من ستة أشهر لأن ذلك يؤدي إلى إرهاق الكلا وبالتالي قد ينتج عنه نقص استوديوم في الدم وهو أمر خطير أيضا يشير أطباء إلى أن كلا الرضيع دون ستة أشهر عادة ما تكون غير صلبة ومن الممكن أن يسبب لهم شرب الماء بطريقة خاطئة التسمم وقد يصل إلى مضاعفات تنتهي بورن في الدماغ وبحسب الدراسة فإن إعطاء الماء للرضيع يحول دون حصوله على الغداء الكافي لدى يوصل خبراء بالاعتماد على الرضاعة الطبيعية أو الأغذية البديلة للحليب يتغذى الرضيع على حليب الأم فقط خلال الست الأشهر الأولى ويستثنى من ذلك الفيتامينات والمعادن ومشروب الإمهاء الفموي الذي يعطى بالقطارة حسب الصحة العالمية فيما أن أي مشروبات مثل عصير الفاكهة لا تعطى للطفل دون سن 12 شهرا بينما لا ينصح بإعطائه الكافيين مثل القهوة والشاي في أي عمر وعن كمية الماء التي تقدم للطفل بعد سن 6 أشهر ترى منظمة الصحة العالمية أن ذلك يخضع لعدة شروط وعلى العموم فيمكن تقديم من 118 إلى 177 ميلي لترا من الماء يوميا من سن 7 أشهر حتى العام ترجمة نانسي قنقر